10 الاف مع الدين 10 الاف مشي مشي حبيب مشي الطلبات السلام عليكم متابعين الكرام اهلا وسهلا فيكم واتمنى تكونون بخير وصحة وعافية الفترة الماضية كانت فترة اختبارات نصف سنوية للكثير من الطلاب وللكثير من متابعين اتمنى انهم يتوفقون بعد توقف الفترة هذه البسيطة نعود لكم فيديو خفيف وبسيط ونشوف معاكم جولة حلوة في مزرعتنا مزرعة هاي دي اتمنى الغير مشتركين الى الان اشتركوا معنا ولا تترددون اصدقانا راح تكسبون معنا في البثوث جوائز راح تسعدكم كذلك لا تحرمونا من تعليقاتكم واللايك الان وش نشوف الان نشوف المزرعة بتصميم جديد وشكل جديد اخر الايام اللي كنا نبث فيها وعدت بان يكون عندنا تصميم جديد للمزرعة والمزرعة اختلف شكلها الان مثل ما احنا نشوف الالات بالطريقة هذه اختلفت عن اول والحيوانات اللي هي الحضائر بالطريقة هذه اللي احنا نشوفها الان معاكم اتمنى راح يعجبكم هذا الدزاين والتصميم اصدقانا وهنا عندنا الحيوانات الاليفة اللي موجودة معنا في المزرعة وهنا موجودة الحضيرة وموجود عندنا الصو مع اصدقانه وهنا موجود عندنا شجرة الرحيق وهنا عندنا شجرة السناجب وهنا عندنا الطاحونات اما بخصوص الاشجار المثمرة والفواكه فهي في هذا المكان ما غفلنا كذلك التغيير في البلدة البلدة طالها جزء من التغيير ومثل ما احنا نشوف هذا الجزء من التغيير الجميل وكذلك اماكن الحيوانات وضعناهم باماكن مخصصة لهم وبشكل وبديزاين حلو بسيط وجميل وانيق جدا اليوم راح نبتدي معاكم بجولة جديدة ولا تنسون اصدقائنا احنا دائما اول ما نبتدي فيديو او نبتدي بث دائما ننظر الى الاخبار لان الاخبار في هايدة تعتبر مهمة ونتبع الاشياء اللي راح تفيدنا وتفيد مزارعنا اول شي راح نشوف الموسم الاسبوع الثاني من سنة عام الفين واربعة وعشرين انتهينا من غالبية الاسبوع اليوم احنا يوم السبت وهي نسبة وقت علف الحيوانات ثلاث انواع عشوائية من العلف بضعف سرعة الانتاج يعني اما علاف الدجاج علاف الابقار علاف الاغنام يعني هي ثلاثة من عندهم راح يكون عليهم تسريع في حدث هذا اليوم اللي هو يوم السبت يوم الاحد راح ننتقل لحدث تعزيز مباني الانتاج ثلاث عشوائية تعزيز عشرين بالمئة تسريع يعني معناها المزارع ستكون مختلفة عندك الكثير من الالات ممكن ثلاث عشوائية من عندي تختلف عن ثلاث عشوائية من عندك هذا هو حدث الغد وسيختم لما يبتدي حدث الغد يوم الاثنين باخبار جديدة نتمنى ان شاء الله تكون الاخبار القادمة الاسبوع القادم يكون فيها فرص تكون جميلة وفرص لمزارعنا لتطويرها اتمنى في البث القادم وممكن يكون يوم الغد اللي هو يوم الاحد اتمنى نسمع اخبار من عندكم اصدقانا يكون فيها عندكم انجازات في مزارعكم خلونا الان نشوف اش اللي عندنا كذلك عندنا اليوم اصدقانا الاخبار الحدث الحدث يعني ماهو ماهو بالحيل واحنا شفنا الحدث الان المعاكم بالنسبة لي انا اللي تقريبا الاختيار خمسين في المية مكتوب انتاج اسرع للطاحونة على الماعز والخنازير والخراف ممكن انتو عندكم شيء يختلف هذا هو الحدث حدث ماهو بالحيل يعني ترييحة بداية السنة في لعبة هايدي ترييحة ترييحة من الاحداث الكثيرة والكبيرة عندنا تطوير وعندنا طلبات تطوير حضيرة وعندنا طلبات طبعا عندي انا اليوم في مجال اطور حضيرة واطور صومة لكن راح نخلي صومة بعدين راح نطور الحضيرة اليوم معاكم اصدقان الكرام وراح نشوف معاكم طلبات القارب تلبات الشاحنة كذلك طلبات حبايبنا اللي موجودين في البلدة وهم الزوار اللي دايما يسعدوننا هخلونا نشوف اليوم بداية جولتنا أصدقائنا الكرام ما عندنا نقول حدث على شاحنة ولا على قارب أو على بلدة أبدا اليوم الوضع بيكون طبيعي أبتدي من القارب أصدقائنا الكرام ونروح للقارب عندنا يا السلام طالب من عندنا الخبز كثير بكميات كبيرة ثلاث صناديق ولكل صندوق 24 من الخبز يعني كيف نوفيها 72 من الخبز في قارب واحد الـ XB هو 264 وعندنا كعكة الجزر ثلاث صناديق كل صندوق ثلاثة من الكعكات يعني تسع كعكات لكل صندوق 249 وعندنا هنا كب كيك بالجوافة ثلاثة فقط ثلاث صناديق ثلاثة معناها 292 XB مش كثير نقول هذه 900 والكعكة تقريبا 700 نقول 750 وتسعمية تقريبا 1650 وعندنا الخبز 164 مش كثير مش كثير يعني ما راح نطلع بكثير XB من وراء القارب هذا يمكن كويس إذا وصلنا 2500 لكن ما في مشكلة راح نرسل ويلا نقفر الصناديق الخاصة بهذا القارب أصدقائنا محتاجين إلى نقاط ال XB والأموال كذلك وبعدها راح نحصل على قسيمة واحدة نشوف إيش القسيمة اللي راح تبين معنا بيّنت معنا قسيمة خضرة وراح يعطوننا 518 XB و 16 نقطة للقارب مع السلامة يلا نستقبل قارب ثاني بشوف طلبات القارب الاخر اللي راح يجينا أصدقائنا وين وين ما في قطعة لغز ما فيش عندنا فراولة ومطلوب من عندنا نسيج القطن لازم نعد ونجهز نسيج القطن عندنا صلاطة لحم خضروات الوضع يعني مطمن بالنسبة للصلاطات والفراولة لازم نزرع أما النسيج فنحتاج إلى نجهز حالنا أوكي أصدقائنا نروح إلى طلبات الشاحنة إيش رايكم؟ علشان بعدنا عندنا بعض الأمور طلبات الشاحنة أصدقائنا عندنا 1200-3200-1500-4700 كذا أنا حسبتها 1600-5800-1600-6000 تقريباً 400-7400 والله كذا حسبه 10 ألف معدين 10 ألف مشي مشي حبيب مشي الطلبات تقريباً معدين في الشاحنة هذه وطلباتها 10 ألف نقطة إكس بي وهذا رقم جداً يجعلنا نتشجع على أن نرسل كثير من طلبات الشاحنة حتى نعدي المستوى اللي توقف في عندنا مستوى توقف أصدقائنا وودنا نعبر إلى عالم المئة وستين بمستوى المزرعة ونخلص من مستوى المئة وتسعة وخمسين قريباً قريباً أبشركم راح نشوف معاكم مستوى جديد للمزرعة بعد ما شوي انشغلنا بالتصميم وأخذ التصميم وقت طويل مرة ريح كذا ومرة ريح كذا طيب نشوف معاكم حتى تخلص طلبات الشاحنة ما راح تخلص أنا متوقعنا ما راح تخلص بكل سهولة نروح نطور إيش؟ نروح نطور الحضيرة يلا نشوف زيادة السعة راح نزيد السعة إلى خمسة الاف تسعمية وخمسين يعني احنا ما أزلنا ما دخلنا الستة الاف لكن مع النقاط اللي موجودة للحضيرة بالفارمباس وجواز الفارمباس التجريبي راح نصل إلى ستة الاف يلا حبيبي طور طورنا الحضيرة وصارت الحضيرة الآن خمسة الاف تسعمية وخمسين معلش حتى لو كانت بطيئة لكنها تعتبر كويسة وراح تفيدنا كثير بالنسبة لماجي البناءة راح تجي بعد غد يوم الأثنين موعدنا معاها يوم الأثنين ماجي البناءة وما ندري فيه تصميم فيه شي نتمنى إذا فيه تصميم أنا غيرت التصميم تصميم الخاص بنهاية السنة وكلها كلها غيرت حطيت هذا التصميم ننتظر التصميم الجديدة من ماجي راح تجينا فيها الفترة القادمة أوكي وعندنا الآن الجائزة اليومية جائزة المسرح ما نفرط فيها يوميا ناخذها جائزة المسرح يلا يوريك حاجة ويعطيك شي لوح أها عطانا مناشير كويس مناشير محتاجينهم وهنا زينة أوكي أوكي عطانا اللوح اللي طلع لنا قبل شوي ويلا آخر شيء عطانا مجوهرة حلو 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 ختمنا يعني الجوائز الخاصة بالمسرح بمجوهرة محتاج مجوهرات محتاج مجوهرات طيب أصدقائنا نشوف يعني الأيام هذه ما في أحداث قوية لهذا السبب في معززات بإمكانكم تستفيدون من المعززات الموجودة أصدقائنا في معززات توم معززات أرسنت معززات روز في معززات للزراعة وفي هنا الصفقة يعني سياج ولوح وشريط لاصق كلها تقدرون تاخذونها بالمجوهرات أنا عندي شيء مجاني ملكية شهادة ملكية أخذتها ما أحتاج الآن لبعض الأشياء اللي إحنا قاعدين نشوفها أصدقائنا خلونا الآن نترك شوي طلبات الشاحنة لأن طلبات الشاحنة ما راح تتوقف حسب ما أنا أشوف لسه باقي عندنا طلبات كثيرة ولسه باقينا 417 ألف على العبور مستوى 159 إلى مستوى 160 أتوقع في الغد ممكن نتمكن من العبور ونشوفكم في الغد أصدقائنا لا تنسون الآن أعلنتكم في الغد سيكون فيه بث للعبة هاي دير ونشوفكم بيكون فيه كذلك توزيع جوائز وكذلك نستمتع معاكم في البث كالمعتاد نقول خلاص نقول خلاص نروح إلى وين نروح إلى البلدة البلدة فيه طلبات جاهزة لبعض المباني وفيه بعضهم جاهز علشان يغادر أو ينتقل إلى مبنى آخر البلدة مثل ما قلنا لكم أصدقائنا طورناها وعملنا لها شوي تصميم خاص وما زلنا شغالين خلنا نروح إلى وين نروح إلى استراحة الشاطي اثنين ثلاثة جيب جيب هداياك اربعة خمسة ستة اوه لسه باقي باقي جماعة موجودين راح نعطيهم جوائزهم يلا يا اصدقائنا اعطونا هداياكم اعطونا الاموال والإكس بي اوكي اثنين واثنين جاهزين اوكي يلا نروح إلى البقالة واحد اثنين اوه لسه لسه ترى العدد اثنين واربعين انا حاسبهم اثنين واربعين اللي موجودين عندي في البلدة من الزوار شوفوا الام باقي ثمانية وثلاثين وين راحوا اكيد في مباني متجمعين فيها يلا واحد اثنين اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لا لا خلاص وهذا العاشر موجود يحتاج طلبة شفتوا كيف الوضع متجمعين بعض المباني يلا روح تشوف السينما يمكن كان فيه عرض في السينما ومتجمعين هناك يلا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وهذا السابع طيب واحد المنتجة اثنين ثلاثة اربعة خمسة اف خمسة وعندي هنا اربعة قائل لكم في 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 اسرار موجودة في المباني الخاصة في البلدة احيانا تجي بالطريقة هذه يلا عندنا مبنى الهدايا واحد اثنين ثلاثة ما في عدد كبير اوكي اصدقانا عندنا قطع لغز راح نشوف نفتح كتاب قطع لغز ايوه ممتاز تقريبا ثلاث قطع لغز كانت جاهزة وباقي انا شوي على احمار وحشي صغير بني اه تقريبا باقي ثلاثة قطعة ويفتح معانا اوكي اصدقانا احنا خلصنا الان من وين خلصنا من البلدة و ننتقل الى وين طبعا الوادي كل الوادي موسم الوادي عندنا وعندنا كذلك اه الان الديربي ديربي الارانب ديربي الارانب على وشك ينتهي وباقي له يوم اربعة عشر يعني ينتهي يوم الاثنين راح يكون في تريحه ويوم الثلاثة استعادة الى ديربي جديد نروح اشوف الوادي اذا كان في مجال اقدر امشي اه شاحنتي في الوادي وابتدي التقط الكثير من قطع المبادلة زرقه خضره حمرة اللي هو انا جمعته الان والوادي موسم الوادي هذا يعتبر غني بالقطع ليه لان الكثير من الحيوانات موجودة حيوانات السفانة مثل الفيلة الزرافات وكذلك فرس النهر خلونا اول شي نشوف الاهداف اليومية اصدقانا وفيه شي مهم لابد ان احنا نعرفه عجلة الوقود نعرف من وين نقدر نزيد الوقود اليوم نزيدها من اطعام الخنازير ومن اصطد سمكة واحدة كذلك تقدر تعبي عجلة الوقود وكذلك ازرع البطاطس غدا نشوف عندنا اكمل طلبات الشاحنة وعندنا ازرع فراولة وضعفخ بط اوفخ سرطان بحر واحد تحصل على التزود بالوقود هذا واحدة من الاشياء المهمة اللي يابد ان اعرفها حتى نبتدي نجمع الكثير من الوقود اللي راح يحرك لنا الشاحنة وين داخل الوادي خلونا نشوف اشي الاهداف اليومية الاهدا او المهام اليومية عندنا زر متجر اسماك خلصنا وعندنا اجمع 45 من قطع المبادل الخضرة وعندنا اكمل ثلاثة من طلبات البضائع عندنا قد الشاحنة الى سبعة من المباني او المحطات هذا سهل هذا سهل وهذا ان شاء الله سهل طيب شوفوا انا متوقف عند وين مبنى الاسماك الان ما نحتاج نركز على موضوع مبنى الاسماك نركز على الحيوانات اللي راح نحملهم ونرجعهم الى وين رجعهم الى المحمية خلاص السيارة عندنا مليانة اصدقائنا خلونا نتركهم الان ونرجع الى وين للمحمية المحمية ادي لطريق المحمية يلا روح للمحمية حبيبي روح روح نمر على هذه مليانة عندي اوكي تسعة حلو ممتاز خلونا نواصل طريقنا اصدقائنا وممكن نحصل على في طريقنا ممكن نحصل على وقود ونوصل الحيوانات اللي موجودة عندنا اجمع اوكي ثلاثة جمعنا ثلاثة من الوقود ولان نكمل المشوار مشوار رجوعا الى المحمية اه تمت المهمة اليومية باقي خلاص جميع المهمة اليومية خلصنا عليهم وقضينا عليهم اصدقائنا خلونا نرجع الان للمسكن هذا واللي راح يودينا الى وين الى المحمية لتوصيل الحيوانات اللي معانا وبعد فترة وجيزة نقدر نحصل على قطع الكثير من القطع عندي في لين وعندي فرس نهر يلا خلاص الان خلصنا احنا جولتنا من وين من الوادي وننتظر ثلاثين دقيقة حتى نحصل على هذه القطع المبادلة بعد ما يتم انزال الحيوانات اللي موجودة عندنا في شيء مهم موجود اصدقائنا وهي الجوائز اللي موجودة من متجر الوادي وفي عندنا كذلك الجائزة جائزة جائزة الوادي عندنا اللي جاء عليها في هذا الموسم هذه السيارة قهوة فيها بعض الشخصيات الخاصة بلعبة هاي دي بسيارة باللون الوردي بامكانك تجمع القطع هذي من كل لون الف ومية وتفتح معنا لما تفتح معنا نقدر نحصل عليها ونزين مزرعتنا هذا هو الشيء المهم في موسم الوادي الحالي اصدقائنا شوفكم على خير باذن الله ولا تنسون اصدقائنا الغير مشتركين اشتركوا معنا ولا تنسون تعليقاتكم واللايك واترككم الان في رعاية الله ومع السلامة نلتقي معاكم غدا في البن